لدى استقبال سموهي لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن البحرين ماضية في النهوض بكل قطاعاتها بما يجعلها أكثر فعالية وقدرة على مواكبة المتغيرات التي يمر بها العالم وقال سموه إن البحرين غنية بما لديها من عقول وكفاءة بشرية على درجة عالية من الوعي والتدريب الذي أهلها لأن تسهم بقوة في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها المملكة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر الإقضيبية اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من قضايا الشأن الداخلي وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية التعاون لدعم جهود التنمية والبناء على ما تحقق من مقتسبات مشيرا سموه إلى أن ما تشهده المملكة من نماء متسارع في مشروعات البنية التحتية والطرق وفي قطاعات الصحة والتعليم والإسكان غايته توفير مزيد من الخدمات التي تدعم المسار التنموية وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إن طموحاتنا كبيرة في الوصول ببلدنا إلى أعلى مستويات التقدم والزهار وعلينا أن نحافظ على وحدة وطننا وعلى التماسكنا لتظل البحرين دوما رمزا للمحبة وواحة أمن والسقرار وأكد سموه على همية الحفاظ على تراث البحرين العريق وتعريف الأجيال الشابة بهذا التراث ليكون لهم معينا وحافزا على السير على نهج الآباء والأجداد في العطاء من أجل الوطن ترجمة نانسي قنقر